والمتأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إداية البشر إلى درجة أنه عليه الصلاة والسلام يجد من ذلك ثقلا وعبءا في قلبه قال تعالى لعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة إن الله عليم بما يصنعون والآيات في هذا المعنى كثيرة أوضحت شرص النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لأن يهتدي البشر وإذا قال تعالى له ولو شاء الله لجمعهم على الأدى فلا تكونن من الجاهلين قال تعالى ولو شاء الله ما أشرق وما جعلناك عليهم حفيظا وقال تعالى إنما أنت منذر وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ